ما مش هنعمل حاجة غلطة النهاردة إحنا هنتقبل يعني إيه رفض الطرفين إحنا عايزين الطرفين يطلعوا وما فيش مشاكل خالص إن شاء الله أول ما الشخصي بيترفض حلو راجل أو ست خلينا نقول نتكلم عن الراجل عشان ما يقولوش متحيزين للسطين أيوة مش الراجل دلوقتي اترفض إنت كراجل دلوقتي بعد ما حبيت وفيه رجالة صرفت واتدينت عشان يصرف على خطيبته أو حبيبته ويجيب لها ويساعد أهلها ويعمل 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 واشتغل وبدل شغلانا اتنين وتلاتة طبعا وفي الآخر بعد ما كان بيلبلها كل رغبتها فجأة قالت له باي باي أنا مش قادر أكمل معك تمام بوسي هقولي حريك على حاجة سامح مش كدكتور نفسي لا لا سامح كراجل بقى آه كراجل حاضر لا هقولي حريك على حاجة بوسي اللي اتنين اللي اتنين الإحساس بيبقى صعبة جدا خلينا نتفق على كده سواء راجل أو ستة بس خلينا نشوف الراجل الأول الراجل بيبقى عنده مشكلتين كبار أول حريك قلتي واحدة منهم صح جدا اللي هي مديا صرفت ومش عارف ايه عارفة بقى الراجل ايه فترة الخطوبة الارتباط الحب ده أنا جبت لها ده أنا عملت لها ده أنا مكنتش مخليها عايزة حاجة بزبط كده وجبت مش عارف ايه وعملت ايه ولو دخلوا كمان بقى في مرحلة ما قبل الزواج يعني خلاص بقى بيبدأ بقى يجهز وشقة ومش عارف ايه والعبش والكلام اللي احنا معتدين عليه العادات والتقاليب بتاعتنا فبيبقى صرف كتير جدا دي مديا والمشكلة التانية بتاعته دايما بتبقى الكرامة يعني العزة النفس بقى والكرامة شوية رجلته رجلته ايو الله رجلته نخوة بقى بتطلع هنا بقى لو لا أنا مترفتش يعني دايما طبعا فيه ستات كتير بتقول نفس الكلمة لكن ممكن المشكلة عند الراجل انا هسيبك تتكلم على الراجل وانا هتكلم على الست ميش اتفأنا اتفأنا ميش فالراجل بيبقى عنده برضو الموضوع ده اعلى شوية من الست فعايزين نقوله بقى حاجتين بسيطة جدا يعني ببساطة شديدة جدا كلام كانوا جدودنا بيقولوه على فكرة يعني احنا مش هنروح لبعيد الفلوس زي ما انت جبتها وصرفتها زي ما طرفت يجيب تاني وبعدين انت صرفتها ساعتها انت مكتش مجبر ايوه الكلمة دي بتهدي شوي اه هو انت كنت مجبر يعني انت صرفت غزبا عنك ولا صرفت بحب حد وقف جنبك بقى كده على مبساطك وخروجك بالزبت كده يعني عارفة اللي هو ايه نقولها البعض حتى يعني ما دي اللي بنطيب خاطر بعد بي حد وقف جنبك مثلا ساعتها وحاطت بقى مسدس ولا سكينة ويقولك لازم تدفع لح انت بتصرف بمزاجك عشان انت اللي كنت بتتعشع معيها وانت اللي كنت بتخرج وانت اللي بتجيب الهدية وزي ما جبت زي ما خدت حتى لو ما خدتش ماديا لكن خدت على الاقل مشاعر اي خدت حب خدت علاقة كانت كويسة في يوم من الايام فلما تنتهي الاعلاقة دي سواء بقى بشكل او باخر او اي ان كان وترفضت في الاخر فانت الفلوس دي زي ما جبتها زي ما ايه الطبيعي صوابعنا مش زي بعض حياتنا مش زي بعض بشرتنا مش زي بعض فبالتالي لازم تترفض وزي ما ترفضت من واحدة زي ما في عشرين واحدة هيوفق عليك فاخدها بمبدأ اللي هو الاختلاف الراجل ما بيتقبلش الكلام ده لا ييجي ولك طب ما انا كنت باسيبها في الاول وكتبها تيجي تعيطلي وتقول لي ما تسبنيش دي انت لو سبتني هموت خلي بالك برضو ما هو بيتعلق بدرجات كل ما العلاقة بتتول كل ما بتعلق اكتر كل ما هي بتحسسني ان انا الراجل برضو الاوحد في حياتها فانا بحس ان انا الهيرو انا اللي بصرف وانا اللي ضهراها واي مشكلة انا اللي بجري واي حاجة انا اللي بودية فبردو انت عايز تقنع الراجل ده اللي قد بكل حتة فروحه اللي هو القلوب متقلبة في حد هيسمع الكلام ده ساعات ساعات في رجالة بتسمع بتبقى ايه عقلة شوية او مرت بتجرب قبل كده خلي بالك ما الموضوع الخبرة حلوة يعني ان انت ايه حصلت تجربة وما حصلش نصيب فبتخش في التانية فتبقى مؤهل نفسيا ما عنديش مشكلة تبقاش في تجارب في الاول في ناس بقى ما هي اول حتى تبقى صعب ما اي حاجة في الدنيا بتبقى في الاول صعب والحزن بيبقى في بدايته صعب وكل حاجة في بدايته صعب لكن برضو خلينا نقول ايه ان كده كده الموضوع خلاص انتهى وانت ترفضت بص بقى لك جوانب التاني ان انا زي ما ترفضت من واحدة هقدر ان انا اشوف عشرين واحدة تانيين هما بيتقبلوني زي ما انا ترفضت منها فكر دايما في العيوب يعني دايما اكيد كلنا مش احنا بشر عندنا مزايا وعيوب ففكر في عيوب ان هي برضو كان فيها عيوب واحد اتنين تلاتة وده للطرفين برضو خذ بالك انا بس بقى اخذ منك ازاي الواحد بيطيق بيطبطب على حد مجروع انا فكر في العيوب يعني طب ما النهاردة سامح كان فيه مزايا واحد اتنين تلاتة طب ما عنده عيوب واحد اتنين تلاتة فافكر في العيوب اللي كانت عنده فخليني دايما لما فكر فيها هبقى نفسيا ابدأ ايه اهدى شوية بشوية عشان اتقبل ان انا اترفضت او ان انا خارجت من العلاقة دي وما تفكرش ان انت خارجت خسره لعلمك الاتنين ما بيخرجوش خسراني اللي اتنين ما بيخرجوش خسراني اللي في انت عارف اكتر حاجة بتضايق حد خارج لسنا من العلاقة ومجروح ومرفوض اللي هو ده انت كسبانا يعني اه حد يقول كده اه يعني حد يجي يقولك مثلا ايه لو لزدت مثلا ايه واح انت زعلانا ليه ده انت كسبانا ده هو اللي خسرانا على فكرة الكلمة دي مش بتريح لا على فكرة الكلمة دي بتتعبك اه كلمة دي مستفزة جده يعني يعني ليه كسبانا لا انا خسرانا خسرانا حد حبيته خسرانا سنين عمر اديتها خسرانا من روحي ومن قلبي ومن مشاعري ومن وقتي ومن كل حاجة في حياتي لا خسرانا خسرانا كتير يعني انا ما حد يقولي انت كسبانا اقول ليه كسبانا ليه ليه كسبانا بس انا هقولك على حاجة الكلمة دي بتضايق يعني ما حدش يقولها في اي حد يطيب خطر حد لا انا معاك للراجل والسد بضايق جدا كلمة دي بتبقى مستفزة جدا انت بتقولها له عشان بتطبطب عليه او عشان بتطبطب عليها لكن في نفس الوقت لقيا كلمة مستفزة لكن تعالي بقى في مكسب تاني بعيد شوية بتفكر فيه ان ممكن العلاقة كانت لما تتطور اكتر من كده جواز بقى خلفة اولاد مش عارف ايه ساعتها الخسارة هتبقى اكبر فهنا انت بتقول انا كسبت في المرحلة دي كسبت ده كسبت خبرة كسبت ان انا تعلمت حاجات جديدة كسبت حاجات كتير وقللت خسارتي الجاية